محوريا نسل ضيفنا الخبير في الشؤون الأمريكية الأستاذ توفيق طعمة من لوس انجلس عن هذه المساعدات الضخمة أولاً أستاذ توفيق هذه المساعدات قياساً مع المساعدات السابقة والسياقات السابقة للمساعدات الأمريكية المستمرة والدائمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي إلى أي مدى يختلف السياق الحالي لهذه المساعدات في ظل حرب إسرائيلية مستمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي ظل نظر محكمة العدل الدولية باتهام إسرائيل بجريمة الإبادة نعم تحياتي لك أخير أستاذ جمال وتحية للمشاهدين الكرام لنعود أولاً للدعم الأمريكي لدولة الاحتلال هذا دعم استراتيجي صحيح أن هناك قد تكون هناك بعض الخلافات بين الحكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية لكن يبقى هذا الخلاف خلاف شكلي في المضمون هناك استراتيجي لدعم إسرائيل مهما كان يعني مهما كانت الظروف حتى لو كانت إداني دولية لدولة الكيان لو كانت هناك المحكمة الدولية إدانة إسرائيل وأيضاً لو كان هناك قرارات مجلس الأمن تدين إسرائيل في أعمالها الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تقدم الدعم اللامحدود لدولة الكيان الصحيون ولكن الدعم اللي قدم عفوا أستاذ أتوفيق لكن السياق الحالي سياق مختلف هناك مطالبات من المشرعين الأمريكيين بوضع قيود على هذه المساعدات نظراً لأن الاحتلال الإسرائيلي الآن هو في خضم معركة على الشعب الفلسطيني يموت ويقتل فيها عشرات الآلاف من المدنيين نعم بالضبط نعم هناك الآن أصوات في الداخل الأمريكي أصوات مشرعين أمريكيين يطالبون بوضع قيود على المساعدات اللي تقدم لدولة الاحتلال خاصة المساعدات العسكرية منهم بيرني ساندرز وأيضاً اليوم سيناتر عن ولاية كاليفورنيا واللي هو معروف بدعمه لدولة الاحتلال وأيضاً دعمه لمنظمة إيباك في أمريكا منظمة إيباك معروفة منظمة اللوبيا صهيوني وهي تدعمه وهو كمان من ينتقد إسرائيل الآن ويطالب بتنحية نتنياهو ويطالب بانتخابات جديدة ويطالب بتغيير القيادة الإسرائيلية وهناك أيضاً كما قلت بيرني ساندرز وأيضاً شخصيات مسؤوليين في الحزب الديمقراطيين طالبوا بوقف المساعدات عن دولة الكيانة الصهيوني المساعدات قبل 7 أكتوبر كانت مساعدات معروف كانت كل سنة إسرائيل تتلقى 3.8 مليار دولار سنوياً معظمها بالأسلحة والتكنولوجيا بعد 7 أكتوبر تضاعف هذا العدد تضاعفت هذه الكمية من الأسلحة حتى الآن ما زالت أمريكا تقدم جميع أنواع الأسلحة لإسرائيل علماً أن الولايات المتحدة تريد أن تظهر بمظهر وكأنها تريد الحفاظ على حياة المدنيين عندما تتحدث لنتنياهو وتقول له لا تدخل رفاح ولا تقصف المدنيين هي حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي حقيقة من تقود الحرب على الشعب الفلسطيني إذن هل يصدق الأمريكيون أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على بن يمين نتنياهو ليتجنب قتل المدنيين عندما في طرف اللسان تعطيك حلاوة وتقول لك لا نحن ضد قتل المدنيين وفي الطرف الآخر تعطي نتنياهو ما يحتاجه من الأسلحة لقتل الفلسطينيين الولايات المتحدة الأمريكية يا جمال هي أبعد ما تكون عن حقوق البشر وحقوق الإنسان وحتى حقوق الحيوان الولايات المتحدة الأمريكية هي تاريخها تاريخ جموي لو نظرنا حربها على أفغانستان حربها في العراق حربها في كل مكان حروبها الخارجية في العالم كل حروب دموية وهي تدعم الدول الدموية مثل دولة الكيان فهذه حياة هذا النظام الأمريكي هذا بنية على يعني هاي أمريكا عندما جاءت كيف صارت أمريكا على ظهر وقتلت الملايين البشر ملايين من السكان الأصليين واللي هم الهنود العمر طيب يعني يا أخي توفيق اللي عم يسمع يقول يعني شو اللي مخليك ساكن فيها إيش قاعد يعني قاعد فيه ماذا تعمل هناك والله هذا يعني هذا سؤال أجمال حقيقة هذا سؤال جيد لكن نحن لكن الظروف إحنا كل إنسان له ظروفه يعني في ناس ظروف يعني مثلا أنا أعطيك مثل على أنا شو اللي وصني لأمريكيا أنا جئت لأمريكا من أجل دراسي من أجل تتعلم وأتعلم هندسي لكن ليه بالسبب أني جئت لأمريكا لأنه هذا الإشي متوفر في بلادنا وأنا لازم معدل يكون تسعة وتسعين وتسعة بالعشرة حتى أجيب معدل حتى أني أدخل في مجال هندسي وكانت صعب جدا أني أحصل على يعني أدرس في هذه البلد لا أنا فهمت هذه علماشي أكيد في أسباب أخرى يعني تجعل الإنسان ربما مختلف عن نظام السياسي للبلد لكن هذا لا يعني أن الشعب الأمريكي يعني كثير منهم متسامحون ومتعاطفون مع قضايانا والوجود في المجتمع الأمريكي عندما يكون الإنسان له رسالة وله هدف هذا لا يعني أنه هو منسج مع سياسة قيادة ذلك البلد بالمجمل ربما الكلام ينسحب أيضا على الذين يعيشون هنا في بريطانيا يعلمون دعم بريطانيا لاحتلال الإسرائيلي لكن الشعب البريطاني لا يدعم الاحتلال الإسرائيلي والدليل أن المظاهرات بعشرات بل بمئات الآلاف خرجت في شوارع لندن كأكبر مظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية الآن نعود لسؤالنا أخي التوفيق بالنسبة لهذه المساعدات تأتي في الوقت نفسه الذي تدرج فيه الولايات المتخزان الأمريكية والاتحاد الأوروبي أربع أشخاص أربع من المستوطنين تحت طائلة العقوبات وذلك بسبب انتهاكات في الضفة الغربية بينا هذه العقوبات لظاهرها أنها دفاعا الفلسطينيين حماية لحقوق الإنسان وبين مساعدات بعشرات المليارات للاحتلال الإسرائيلي كيف تنظر لهذه الازدواجية؟ هذه الازدواجية في تناقض في تناقض في المواقف الأمريكية عندما يتعلق الموضوع بالشعب الفلسطيني يعني هم يعاملون بازدواجية وبالنسبة لدولة الاحتلال والمستوطنين ويعاملونهم بطريقة يعني ما معنى أنه يفردوا عقوبات على مستوطن أو اثنين أو ثلاثة المشكلة مش في المستوطن المشكلة في دولة اسمها دولة إرهاب دولة الإرهاب الإسرائيلي المشكلة هي في دولة هي من تشرف على قتل الفلسطينيين وعلى الاتحاد الفلسطينيين وهي من تشجع المستوطنين الجيش الإسرائيلي هو من يقف مع المستوطنين عندما تكون هناك اعتداءات على القرى الفلسطينية وعلى المواطنين الفلسطينيين فالنظام هو الإرهاب هذا إرهاب دولي ليس فقط مستوطنين المفروض يكون العقوبات على الدولة دولة التي ترعى الإرهاب ولا دولة والآن إسرائيل هي التي ترعى إرهاب المستوطنين وترعى إرهاب الجيش الإسرائيلي فإذا لم تأتي العقوبات على رأس الهرم لن تنفع عندما تفرد عقوبات شكلية وتريد أمريكا أو دول أوروبية أن تظهر بالمظهر وكأنها تفرد عقوبات على إسرائيل وأنها يعني هذا كلام ثاري طيب وبسرعة عاجل عاجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ليرحب بذلك الإقرار بالأغلبية للمساعدات وقال إن هذا يظهر الدعم القوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإسرائيل وفي تعغريدة على إكس قال إن تبني النواب الأمريكي بأغلبية صاحقة لمشروع قانون المساعدات مقدر جدا ويعكس الدعم الثناء القوي لإسرائيل ويدافع عن الحضارة الغربية وهذا سؤالي هل هذا الدعم يدافع الحضارة الغربية؟ هل الحضارة الغربية قتل الفلسطينيين؟ هل الحضارة الغربية تجريف أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وحرق منازلهم؟ هل الحضارة الغربية تدمير قطاع غزة؟ المفروض لا المفروض لا المفروض الحضارة الغربية المفروض أن تكون هناك في عدالة في حقوق إنسان في احترام لحقوق البشر أن يكون هناك مساواة وعدالة بين الشعوب هذه الحضارة هذه الشعوب الغربية التي تحاول تصدر هذه الحضارات ولكن تبين أنهم أبعد ما يكونوا عن الحريات وعن الديمقراطيات وعن حقوق الإنسان وحقوق البشر عندما يتعلق الموضوع بالفلسطينيين أو بالشعوب العربية والإسلامية هذا موضوع معروف جدا وبالتالي هذه المواقف الغربية والمواقف الأمريكية التي دائما تظهر بهذه المظاهر الحقيقة هي مظاهر فارغة لا تصدق ولا تنطلي على أي إنسان وبالتالي إذن لا نصدق ما تحاول الإدارة الأمريكية أو الدول الأوروبية أن تصدروا للشعب للشعوبنا العربية والشعب الفلسطيني وفي نفس الوقت يعني يعاملون بإزدواجي وهذا غير معقول ولا لأي إنسان يستطيع أن يتقبل هذه السياسة الغربية التي فيها نفاق هي فيها حقيقة فيها نفاق غير مسبوك نعم وسؤالي الأخير لك عندما تدعي الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه حزمة المساعدات ستساهم في الاستقرار بالعالم هل يمكن أن يكون العكس هو الصحيح؟ كما حذرت الخارجية الروسية من تصعيد غير مسبوك للتوتر في الشرق الأوسط بعد حزمة المساعدة وهي تقصد بالتأكيد الجانب الأكبر المتعلق بالمساعدات لأوكرانيا تحديدا المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لدولة احتلال هذا يؤجج الإرهاب ويعزز الإرهاب في العالم هي تدعم دول تمارس نظام الفصل العنصري تمارس الإجرام الإبادي الجماعية ضد الشعب الفلسطيني تقترف مجازر حرب نفس الشيء في أوكرانيا وما تقدمه بغنة النظر شو تنظرنا عن أوكرانيا ولكن من لاحظ الإزدواجية في المعايير كيف تعامل أوكرانيا وتقدم لها جميع أنواع الأسلحة وأمور كثيرة ولكن عندما يتعلق الأمر بالنسبة للشعب الفلسطيني وكأنه إشي آخر لهذه الإزدواجية في المعايير عندما تحدثت من البداية هذا هي الإزدواجية في المعايير وهذه السياسة الأمريكية حقيقة هي سياسة منافقة سياسة لا يمكن أن الإنسان يتقبل هذه السياسة أو تنطلي حتى على الشعب الفلسطيني فهذه السياسة حقيقة سياسة النفاق مستمرة ونتمنى أن تنتهي حقيقة شكرا لك الخبير بالشؤون الأمريكية ستتوفيق طعوما كنت معنا من لوس انجلس